ممنوعون حتى من المطالبة بشربة ماء هذا ما وصل إليه حال أبناء عدن الذين واجهتهم سلطات الانتقال بالقمع والاعتقالات على خلفية خروجهم للشوارع رفضاً لتدهور الخدمات العامة حيث كان من المقرر أن تشهد عدن السبت الماضي مظاهرة شعبية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وتنديداً بالوضع الصحي والبيئي والخدمي لكن القوات التابعة للمجلس الانتقالي منعت بقوة السلاح تنظيم المسيرة التي كان مقرراً انطلاقها من ساحة البنوك بحي كريتر وفق منظمية المسيرة الاحتجاجية التي حملت شعار كلنا لأجلك يا عدن فإن الانتقالي استخدم السلاح لإفشال التظاهرة بعد توجيه القيادي أحمد بن بريك بمنع خروج أبناء عدن للمطالبة بحقوقهم مصادر محلية أفادت بقيام مسلحي الانتقالي بشن حملة اعتقالات لعدد من المشاركين ومنظمية التظاهرة ثم أطلقت سراح بعضهم في وقت لاحق كانت عدن قد شهدت في السادس والعشرين من أبريل الماضي إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ العامة وما أسماه بالإدارة الذاتية للجنوب وتزامن الإعلان مع حالة كارثية تعيشها عدن انقطاع للمياه وتوقف للكهرباء ووفاة العديد من المواطنين نتيجة انتشار وباء كورونا وأوبئة أخرى وهو ما حول عدن إلى مدينة أشباح تتحكم بها الأوبئة والميليشيات اشتركوا في القناة شكرا